لا يزال القاتل طليقا قصة تبدأ بصباحات عدن الدامية لتكسب حزن المدينة على أبنائها دون مناصرين خمس سنوات بحّت فيها أصوات أقرباء ضحايا الاغتيالات في عدن وهم يطالبون بمحاكمة المتهمين والبحث عن القاتل ومن يقف خلفه لكن هنا يختلف المشهد قليلا فقد تلملمت أوجاع أسر الضحايا والمهتمين بحقوق الإنسان لتكوين منسقية مناصرة ضحايا الاغتيالات في المدينة علها تكون خطوة في درب معرفة الحقيقة والانتصار للقضية وأهلها وعملنا إشهار من أسر الضحايا نفسها ليس أي جهالها داخل مسؤولية الرابطة والرابطة لحد الآن عندها 485 بلاغ في اغتيال تم رصد منها 200 ملف إلى حد الآن ونتيجة الملفات المتبقية نتيجة خوف الأسر والذاء لم يتجاوبوا معنا وإن شاء الله بالوقت القريب الآن حاليا عندنا 70 ملف من هو جاهز مناصرة ضحايا الاغتيالات بعدا في ندوة نظمتها المنسقية أعلنت أنها وثقت مقتل 200 شخص في حوادث اغتيالات وقعت بعدا منذ العام 2015 طبعا هذه الندوة جاءت ضم فعاليات مناصرة أسر ضحايا الاغتيالات ونأمل أن تصل هذه الرسالة إلى كل مكان كي ناخذ بحقنا في القصاص من القتلة حقوقيون يحملون واحدا من أكثر الملفات تعقيدا لكن يبدو أنهم هذه المرة أكثر عزما وتصميما على المضي في خطى استحقاق العدالة التفكير أصلا بتنفيذ هذه الفعالية يعتبر قزء في مناصرة أسر ضحايا الاغتيال وبنفس الوقت التفكير إلى كيف الاستمرارية وضمان أن يكون هناك قهد أكبر للتضامن ومناصرة أسر ضحايا الاغتيال بحسب القائمين عليها فإن المنسقية ستعمل عبر برامج وأنشطة إعلامية حقوقية والتشبيك بين منظمات مجتمع مدني وناشطين وإعلاميين ومحامين من أجل مناصرة أهالي ضحايا الاغتيالات في الوصول بملفات ذويهم إلى القضاء عدن التي أصبحت ولسنوات خمس مسرحا لحوادث اغتيالات طالت سياسيين ونشطاء ورجال دين وعسكريين وأمنيين وقضاة لم تحصل بعد على إجابة واضحة لمن يقف وراء كل ذلك وإن كانت كل الخيوط تقود إلى جهة واحدة تضع أبو ظبي وأدواتها المحلية في قفص الاتهام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر